كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد والأعمال التخريبية التي أعقبت ذلك معتبرة ذلك مخلفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية ودع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الحكومة العراقية إلى بذل كل جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إضافة إلى ملاحقة المتسببين في حادثة الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد وتقديمهم للعدالة